شوط الخامس فوتحت البوابات على بركة الله اندفاعه لجياد وافراس المستورد عمره ثلاث سنوات تفاكثر بجميع درجاتها على مسافة الـ 1400 متر متنافسة جاهزة نادي الفلوسية التقديرية الانطلاقة تبدأ من اند لبلينك في متابعة قوية أيضا ما شاء الله تبارك الله منذ الانطلاقة من أميرة نورة التي تتقدم لقيادة هذا الشوط في المركز الأول الان في متابعة من قبل فيم اند باور في المركز الثاني فيما المتابعة من اند لبلينك من المسار الداخلي في المركز الثالث في هذه الاثناء تحديدا ذا ادميرال يأتي للمركز الرابع وفوت بير جاتي للمركز الخامس في اقتراب أيضا من ليمون دروب دريم في شوط القوة شوط الاكتساح الكبير من الأسماء والجياد والافراس المستوردة في أيضا صراع قوي على المقدمة ما بين اند لبلينك وأميرة نورة التي تتراجع الآن ليتقدم لأدميرال ابن جانديز قزوي للمركز الأول هو يأتي فوت بيرج للمركز الأول يتقدم شيئا فشيئ يتقدم للمركز الأول مع المئتين متر الأخيرة يحافظ على الصدارة فوت بيرج ما شاء الله تبارك الله ابن زيم الجار للمركز الأول بمستوى ونتيجة رائعة في انتصار ثالث على التوالي ما شاء الله تبارك الله يستحق هذا الانتصار